عمر النادي الأهلي ومعسكر إعداد مصغر بقيادة مارسيل كولر وعدد كبير من اللاعبين الموجودين في قطاع الناشئين بجانب اللاعبين الغير دوليين أو اللي ما كانوش موجودين مع منتخب مصر وبالتالي معسكر مهم من بعده راح أربعة يام وغدا إن شاء الله يستأنف النادي الأهلي ميرانو اليوم نعازل فترة توقف النادي الأهلي استغلاك واس جدا عارف إزاي يجمع اللاعبة اللاعبة اللي هي ما راحتش انتخب مصر واللاعبة اللي هم الناشئين وعمل فترة اعداد مصغرة في دبي الهدوء هناك ما لعب على أعلى مستوى خد رتم بتاعه بتاعة الفترة اعداد يتمرنه الصبح وبعد الظهر ولعب تقريبا مطشين وخلى فيه انسجام بين الناشئين والفري الأول ده مهم جدا 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 وخلى بقى فيه توليفة كويسة بين الناشئين والفري الأول اللاعبة اللي بتلعب على طول عشان الفترة الجاية النادي الأهلي الفترة الجاية عنده أكتر من حاجة وثلاثين مطش لغاية السنة السيزون ما يخلص فاللعبة مهمة قوي قوي اللاعب الناشئين تبقى واخدر رتمي بتاع الفري الأول واخدر رتمي مستر كولر عارف طريقة لعبه تبقى ماشي ازاي عارف طريقة الستايل بتاعه وبقى عامل زي دفاعيا وهجوميا والتاكتك بتاع ده مهم جدا عشان اللاعب يجي يلعب يخش في المنظومة اللي سافرت دبي وراحت مع مستر كولر وخدوا لفترة الاعداد المصغرة ده كان نجاح للكولر لا ونجاح للمعسكر اللي هو قد ايه اللي هو يشوف اللاعبة ويمرانهم على طول ويشوف اللاعب التاكتك ده مهم جدا 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 وانا برضه عايز اقول لو نادي الأهلي طبعا ما جابش جون ما يبقى فيه مصطفى شبهير وحمزة علاء ومخلوف دي فرصة فرصة مش هتذكر لعبة جون أنا شاف للمصطفى شبير ده جون كبير شاف له هو جون شخصية نادي الأهلي جون ما هيبقى مستقبل نادي الأهلي ومستقبل مصر انا عايز اقول له امسك في الفرصة ركز انت بتلعب اكبر نادي في أفريقيا انت جون كبير عندك شخصية اتفرج على الحاجات كلها بتاعت الاخطاء بتاعت الحراس المرمى اتفرج على الشناوي اتفرج على كل جوان العالم زاكر التفاصيل الزغيرة يعني اهتم اشتغل اشتغل ثلاثة طبعا بس انا بتكلمه على مصطفى بالاخص عشان هو يبقى هو رقم واحد يعني عشان هو التالي كلهم محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل في الأيام اللي جاء يعني الثلاثة الحقيقة يعني سواء مصطفى او حمزة الاثنين حمزة خدحسن جون في أفريقيا في المنتخب اللومبي بس انا بتكلمه على مصطفى طبعا الثلاثة طبعا بسامل مصطفى اللي هو هو اللي بياخذ هو الاقرب ففرصة ليه كويسة جدا انا عارف ومتأكد اللي هو بشتغل على نفسه انا عارف ومتأكد اللي هو مهتم جدا بالحرص المرمى وبشوف الجديد وبزاكر فاتمنى ان شاء الله ربنا وفقوه وهيفرق جدا مع نادل أهل المصطفى فيق هيفرق جدا مع نادل أهل الفترة الجاية